تعرفيني الكصة بتاعت أحمد عيد وأن أحمد عيد نادي الزمالك بيشتكي عشان هو مرتبط معه بعقد وأحمد عيد راحل مصري بعد ما كان أمبيا هو كمان بيشتكي وفيه كصة كده على أحمد عيد وأحمد عيد ما لعبش مع المصري في مبارات الآلة عشان كان اتحاد الكرة قال لأنه مش هيلعب إلا لما يتم حسم أمره والقضايا بتاعته في اتحاد الكرة نادي الزمالك فاجأ نظيره النادي المصري بعقد جديد لأحمد عيد يعني الزمالك قال للمصري أنا معايا عقد من أحمد عيد ما مضي بإمدته وإمدت النادي الزمالك والعقد ده واتساري فدلوقتي أحمد عيد بقى عنده مشكلة إيه هي إن هو كده بقى ماضي الناديين حرفيا ماضي للزمالك وماضي للمصري فيما يتوقف لو الزمالك أثبت إنه العقد ده سليم 100% يما يتوقف اللاعب هتبقى عنده مشكلة كبيرة يما الزمالك طالب من المصري رقم معقول ممكن يحل بيه الأزمة اللي هو 8 مليون جنيه يحل بيه الأزمة يدي 8 مليون جنيه وخلاص مفيش عاده وخلصنا ويلعب معاك ومفيش مشكلة هنشوف الأيام اللي جاية في كورسة أحمد عيد هيحصل فيها بس واضح وأنا هنا مش بهاجم اللاعب بس واضح إن أحمد عيد من لغبة الدنيا يعني الكنسان اللي فاتت المفروض هيكمل أو يعني مع نهاية الموسم اللي فات إنبي قال إنه أحمد عيد مكمل معنا وهنفعل العقد بتاعه بعد كده أحمد عيد راح لإنبي قال لهم أنا عايز أكمل مع إنبي بعد كده راح لإنبي قال لهم لأ أنا عايز أرجع للزمالك بعد كده راح للزمالك قال لهم أنا مكمل معاكم بعد كده راح وقع للمصري في حاجة مش مظبوط مش عايز تظلمه مش عايز تظلمه بس خلينا نشوف العام اللي جاية فيها ايه